كرايسلر، دوج، جيب، ألفا روميو، مازيراتي وفيت في كتير من الناس ما بيعرف انه كل هاي علامات التجارية هي تحت مظلة الشركة الإيطالية العملاقة فيات كرايسلر ولكن بأسواقنا ارتبط اسم فيات بسيارة هي من أصغر السيارات اللي بتم إنتاجها بعالم السيارات وهي الفيت 500 وهي السيارة اللي رح أحكي لكم عن تجربتي لقيلها اليوم فيات جاوبتنا على سؤال مهم كتير هل بتقدر تاخد تصميم عمره 60 سنة وتحدثه ليتماشى مع أذواق الناس هلأ؟ الجواب كان نعم فمع الفيت 500 فعلا التصميم تم تحديثه عطانا سيارة عصرية ومميزة لدرجة انه ما رح تلاقي شيء بيشبهها على الطرقات اليوم أبدا بصراحة تصميمها الكلاسيكي والمحدث طبعا عم بيبدأ مع هاي الأضواء الدائرية اللي عم تحافظ على شكل الكلاسيكي للسيارة القديمة وأيضا مع هذا اللون المميز اللي هو لون من 12 لون تقدر تختاره لهاي السيارة والشكل ثقفها اللي عم بيجي زجاجي معنا اليوم المميز بتحديبه لكتير وأيضا من الشغلات المميزة كتير اللي عجبتني بتصميم السيارة هي الأضواء الخلفية اللي عم تيجي على شكل حلقة زجاجية حمراء وبالنص عم تعكس جزء من بادي السيارة ولون السيارة والسيارة بالنسخة اللي معانا اليوم أيضا عم تيجي مزودة بجنوت مقياس 15 إنش كمان عم بتحافظ على الطابع الكلاسيكي لهاي السيارة الجميلة والمميزة جدا بيجتمر معانا التصميم الكلاسيكي الرترو أيضا داخل السيارة وأول ما حيلفت انتباهك كيف إن السيارة عم تأكس لون السيارة الخارجي على التابلوب قطعة المعدن الموجودة هون وطبعا كل ما حيتغير لون السيارة من الخارج رح يتغير لون هاي القطعة وأيضا روح التصميم الرترو موجودة بكل أجزاء السيارة فمثلا من مقبض الجير للأزرار اللي عم تحكم فيها بالتكييف لشاشة نظام الترفيه والأزرار الثانية المختلفة وخاصة لوحة العدادات اللي عم تيجي بشكل مميز عبارة عن ثلاث دوائر بألب بعض من الخارج للداخل هم عبارة عن السرعة سرعة دوائر المحرك وبعدين بالنص شاشة معلومات بتعرض لك معلومات مختلفة وأيضا السيارة عم تيجي مزودة بهذا السقف الزجاجي اللي هو ما بيفتح ولكن بيعطيك إحساس بمساحة أكبر خاصة بسيارة صغيرة مثل الفيات 500 وطبعا مثل ما قلنا فيه خيارات متعددة 12 لون لخارج السيارة أيضا عندك خيارات متعددة كتير للون القماش المستخدم على مقاعد السيارة أما من ناحية المواد المستخدمة بصناعة السيارة من الداخل فعدا عن قطعة المعدن الموجودة على التابلو مثل معلنا والقماش المبطن الموجود على الأبواب والقماش طبعا الموجود على الكراسي فباقي السيارة عم تستخدم نوع من البلاستيك الكتير خفيف بكل أرجاء السيارة ولكن هذا أدى أنه فيها تقدر تبيع السيارة هاي بسعر جدا منافس يعني هاي السيارة عم تبدأ معنا من سعر 59500 درهم بس ومع هذا السعر عم تحصل على تجهيزات أساسية بهاي السيارة نظام تكييف عادي نظام ترفيه فيه بلوتوث ومكانية تحكم لتغيير قنوات الراديو أو الميديا عن طريق الأوامر الصوتية ولكن عدا عن هيك السيارة عم تيجي بتجهيزات قياسية جدا قبل ما أبدأ أحكي لكم عن أي شيء عن قيادة الفيات 500 لازم أحكي لكم عن الڭير بوكس المزودي فيه هاي السيارة وهو جير بوكس أوتوماتيكي من خمس سرعات ولكن فيها بتسميه Dual Logic Transmission وهو تقنيا بيعرف بـ Automated Manual Transmission أو الجير العادي الأوتوماتيكي كيف جير عادي أوتوماتيكي بنفس الوقت؟ بدك تتخيل أن هاي السيارة مزودة بجير عادي ولكن فيها روبوت صغير موجود وبيغير لك السرعات يعني بيضغط على كلاتشو بغير السرعة لما تحتاج أنت سرعة جديدة إما طبعا عن طريق تغييرها يدويا عن طريق مقبض الجير أو البدل شيفت الموجودين هون خلف المقبض أو لما تكون أنت بالوضع الأوتوماتيكي وتحتاج السيارة أنها تغير الجير طبعا مع قيادة السيارة شوي وجدت أنه بدك بعض الوقت لحتى تتعود على هذا الجير بوكس وبالوضع الأوتوماتيكي عم بيعطينا شوي التأخير بين السرعات وعم تحس أن السيارة عم بتهز شوي بكل تغيير سرعة أنا فضلت بصراحة مع الوضع اليدوي اللي أنت ممكن تغير فيه السرعات مثل ما قلنا عن مقبض الجير أو البدل شيفت خليني أحاول أورجيكم هذا التأخير اللي عم بتكلم عنه بعد ما نطلع من هاي الإشارة بهذا الوقت ممكن أكلمكم عن محرك السيارة محرك السيارة عم بيجي 4 سلندر 1.4 لتر عم بولد معنا 100 حصان و131 نيوتن متر من العزم طبعا هاي الأرقام بتبين قليلة ولكن بسيارة بهذا الحجم والوزن فعلا عم تعطينا قيادة مثيرة وممتعة وفعلا حتتمتع بقيادتها خاصة بالمعاطفات خاصة أنه لما هذا الجير بوضعية السبورت حيمسك معاك السرعة اللي أنت فيها لأعلى دوران للمحرك شفتوا هلأ مع الغيار كيف رجت السيارة خليني أحاول أرجيكم مرة تانية إحنا بالتاني منغير للتالت إجت التأخير ولهاي الرجل ولكن لما أنت تعملها يدويا فالتغيير عم بيكون سلس وفعلا عم تستمتع بقيادة هاي السيارة إذا كان بدك سيارة شبابية وصغيرة وبتلفت الانتباه وأنت ما حابب تروح مع الخيارات التقليدية الموجودة بالسوق ففعلا الفيت 500 هو خيار على الأقل لازم تفكر فيه خاصة لما أقولكم أنه سعر هاي السيارة عم بيبدأ معنا من 59.500 درهم يعني أقرب منافسينها اللي هي فعلا الميني كوبر عم تبدأ بسعر تقريبا ضعف هذا السعر وما تنسوا أن تزوروا معرض الوكيل حتى تعرفوا الخيارات المتعددة اللي عم تيجي على هاي السيارة أرجو أن تكون أعجبتكم هاي التجربة وبشوفكم بتجارب قادمة ومع السلامة وشكرا اشتركوا في القناة